صوت الشعب بتقدم خارج الموضوع ما يخص الشباب بكل مراحل التطور برحب فيكم لحل أجديد من خارج الموضوع الأسبوع الثقافي اللبناني الناروجي هو موضوعنا لليوم من خارج الموضوع هذا النشاط اللي عم يتنظم للسنة التالية على التوالي واللي بيتضمن شعر حوار أفلام ندوات وموسيقى رح نحكي أكتر عن هيدا الأسبوع مع أستاذ وليد الكوبيسي مفكر وكاتب ناروجي وقاله عدد من الكتب الناروجية والعربية حائز أيضا على منحة تقديرية من أهلا وسهلا فيك هذه جائزة عالمية طبعا وبرحب أيضا بمحمد أيوب مدير التنفيذي لجمعية نحن أهلا وسهلا فيك هيدا الأسبوع الثقافي اللبناني الناروجي رح يكون برعاية جمعية نحن أو بالمشاركة معه أول شي خبرني عن انطلاق الفكرة وما هو الأسبوع الثقافي اللبناني الناروجي الفكرة بلشت من ثلاث سنين مثل ما ذكرت كانت بعرفي نحنا دايما عنا فكرة الشرق والغرب وعساس أنه هن أضاد نحن كجمعية نحن منعتبر أنه ما في شي اسمه الشرق وغرب لأنه الغرب هي ثقافات هو أغراب إذا باتتك مش غرب واحد وأيضا الشرق منه شرق واحد وبرأي أنه نحن عم نعمم صور نمطية عن بعضنا من هون يقولنا ليش ما منلتقي ليش ما منستكشف الآخر ومنشوف شو هي الأشياء المشتركة اللي بيناتنا والأشياء اللي فيها اختلاف وبالنسبة لنا كمان أيضا الاختلاف هو شي طبيعي لأنه لا يمكن البناء أي حتى بين خينا يعني إحنا أخواتنا مختلفين وبالنسبة لنا الاختلاف ويغني أي علاقة من هون أهمية قيام بسؤالك التاني بقيام بنشاط وذلك سمينا لأسبوع الثقافة لبنان الناروجة لحتى نجي نتعرف على بعضنا نأكد على الإشياء المشتركة ونتحاور إنه هو نوع من تبادل الثقافات يعني نحن عمنا لبنان مغانبي ثقافة وكل بلد بالتالي عنده ثقافة معينة تفضل أستاذ فقط أريد أن أضيف كلمة إلى الأستاذ محمد عيوب ذكر أول ما جلسنا نخطط لهذا المشروع قبل سنوات كان السؤال أن الشرق والغرب العرب الشرق الأوسط وأوروبا يلتقيان دائما في ساحة معركة كيف نستطيع أن نجعل هذين العالمين يلتقيان في قاعة يتباحثان أمور الأدب والفكر والحب والتضامن معا هذه انطلاقة الفكرة يعني مش أي ثقافة أخرى المشروع هو منفتح لكل اللي يريدون يشاركون بالتأكيد ولكن أنا كنت موجود بالنروج أنا قلت له أنا مستعد أن أتحدث مع مثقفين ومفكرين يجون إلى يسافرون إلى لبنان ويشاركون بهذا الحوار طبعا مع الإشارة لأنه كمان ليش دولة النروج كمان بالنسبة لألنا إذا عم نحكي بأوروبا على الأقل النروج هي منا متواردة سياسيا بالقضايا بقضايا العرب إذا بديك وبالعكس هي موقفة إيجابة جدا تجاه القضايا مثل ما سنا نقول كان أكبر سورة أو أكثر سورة كان فيها عدد بمظاهرة ضد الاحتلال الأمريكي للعراق كانت بالنروج اللي أدان إسرائيل بحرب تموز وطالب معاقبتها بالوقت اللي كان كل العالم ساكت هو النروج اللي زي القنابل العنقودية من جنوب لبنان إلى آخره اللي عم بيمول أيضا الأعمال الاجتماعية والثقافية عند اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم هن النروج كلمال هكي كان مهم أنه نبني هكي علاقة مع على الأقل بلد بشاركنا كثير من المستوى الثقافي يعني عم نحكي خصوصا كتابه وفنانينه عم بيركزوا كثير على قضايينا وعم بيكونوا عم يدعموها وفي معنى مثل هلأ حنحكي أكتر يعني رح نحكي عن تجربة أستاذ وليد الكبيسي كونك من أصل عراقي ومعك الجنسي النروجي أنا عندي فقط إوافحة صغيرة لابد أنه هناك شيء مهم يجب أن نذكر عندما نتحدث عن النرويج أن النرويج جزء من الغرب ولكنه غرب مختلف لنقطتين النقطة الأولى لكن هون أصدت فيه تجربتك الشخصية كونك عشت هناك النقطة الأولى أن النرويج ليست لديها أي خلفية استعمارية يعني فرنسا وإنجلترا وأمريكا متورطة بحروب معنا النرويج جزء من أوروبا لكنها ليست دولة استعمارية والنقطة الثانية أنها تأثرت وتطورت خلال الفترة السابقة خلال السنوات السابقة بقضية النزاع العربي الإسرائيلي بحيث أصبحت متضامنة مع قضيانه وأنا أشوف تطور في موقف النرويج موقفهم من قضية مثلا حماس لما كانت أمريكا تعتبر حماس منظمة إرهابية كانت النرويج تقيم حوار مع حماس وتدعمها النقطة الثانية وعيش مهم في هذا الأسبوع أنه إحنا داعينا مخرجة مخرجة مشهورة أفضل وأكبر مخرجة نرويجية اسمها فيبكا لوكبرغ فيبكا لوكبرغ مخرجة سجالية تنتج أفلام تخرج أفلام تثير الجدل في كل فيلم أنتجته والآن أنتجت فيلم عن معاناة الفلسطينيين في غزة هي فيلم دموع غزة أكيد لحن عرضة إشاء اللي رح تنعرض أكيد ونحن نتلقلها بعد شوي خلينا نستفيد من حضورك معنا تنحكي عن تجربتك وتنحكي عن كتاباتك شو بتركز لكتاباتك خاصة أنه كمان كتبت فيلم خبرنا أكتر عن كتاباتك وعن هذا الفيلم عن كتاباتي أنا يعني أنشغل بموضوع الشرق الأوسط الإسلام والغرب وأوروبا الصدام الحضاري ما بين هذين العالمين وكيف يستطيع العربي أو المسلم أن يتكيف في مجتمع غريب بتقاليده وعاداته وقيم أيضا كيف نستطيع أن نواء ما بين قيمنا العربية الإسلامية وقيم الغرب الحضارية هذا إنشغالي الأساسي يضافه إلى اهتمام دقاءة يعني منظل أنه كل حضارة عنده حسناتها وسيئتها وعداتها وتقاليدها وشخصيتها وهوية الخاصة نعم بالتأكيد إحنا عندنا هويتنا الخاصة ولكن النظام النرويجي لأنه نظام ديمقراطي لذلك يتيح لنا أن نحافظ على هويتنا ويساعدنا على الحفاظ على هويتنا بمنح الأقليات المسلمة والعربية الدعم ليحافظوا على هذه الثقافة من خلال إقامة نشاطات أو دعم الجوامع والمنظمات الإسلامية والثقافية يدعموها لكي تحافظ الجالية العربية على هويتها ولكن بنفس الوقت تطالب هذه الجالية بالتكيف في المجتمع لكي تقوم بإعطاءها الطبيعي كمواطنين نرويجيين بنفس الوقت نحافظ على هويتنا تريد منح أما بالخصوص الفيلم يعني كانت الفكرة تخبرنا عنه كمان ولاي ما بيكون من ضمن العروض اللي ممكن تنعرض بالمهرجين أو بالأسبوع الثقافة اللبناني النرويجي ليش ما تنعرض والسبب أنه ما ريد أحد يقول أنه لأنه وليد الكوبايسي مشارك هو يقترح الفيلم تبعه ثانيا موضوع دموع غزة أكثر اهتمام هنا من الفيلم تبعي لأن الفيلم تبعي يحاول أن يخاطب العقلية الغربية يقول لأوروبا اسمعوا أنتم تخطئون عندما تنظرون إلينا كجالية أو أقلية منسجمة كليا يجب أن تميزوا ما بين الإسلاميين المتطرفين والإرهابيين وبين المسلم العادي الذي يعتبر الإسلام دين ولكنه يعيش حياة علمانية طبيعية من ضمن القضايا الكبيرة التي تهم الغرب تشغل الفكر الغربي وتمنى إحنا في أوروبا أما في لبنان فأصور الجميع اللبنائيين متكيفين بالمجتمع اللبناني حدرتك تعرف يعني قدرت أنك يكون لك الفرصة تخالد الشعب اللبناني عن قرب يعني هاي زيارة الأولى لحدرتك ولا الثالثة ولا الثالثة ولا الثالثة ولا الخامسة أنا هذه زيارة الخامسة أصور سبطة ولكن أنا الغريب أنه لم أشعر بأن لبنان بلد غريب كأنما بلدي بالضبط ما أشعر بالغربة بالمطلق عندما أهبط في المطار من الطائرة كأنما أنا في بلدي سعيد جدا أنت بلدك بكل الأحوال برجع لعندك محمد خلينا نخبر أنت بينطلق هيدا الأسبوع وشو النشاطات الثانية الأسبوع بينطلق باتنين نيسان تنهار التنين ساعة سبعة بمسرح المدينة العروض كلهم حيكونوا على كل حال ساعة سبعة بمسرح المدينة الانطلاقة حتكون بقراءات شعرية للبنانيين إسكندر حبش وأستاذ علي مطر شعراء طبعا طبعا أكيد والنروجية إنجر هانسن وتورجير شيربن نهار التلاتة حيكون في توقيع كتاب لجونر شيربك مفكر نروجة وعنوانه تاريخ الفكر الغرب ترجموا للغة العربية طبعا ترجموا للغة العربية حيعمل نقد للكتاب الدكتور جورجي نيناتي والدكتور موسى وحبيث النهار الأربع بأربع نيسان أيضا الساعة سبعة حنعرض فيلم للمخرج جين شارب عنوان الفيلم هو كيف نبدأ ثورة وحن بكون عم يحكي عن الثورات العربية بالمنطق اللي صارت كان موجود وصور وخصوصا في مصر النهار الخميس بخمسة نيسان حيكون ندوة فكرية بعنوان حريط التعبير وين حدودها هذه الندوة حتجمع عن نائب الدكتور علي فياد والبروفيسير جونر شيربك حنحكي عنها أكتر بعد شوية إذا بتحبه أيضا الجمعة بستة نيسان حيكون في عرض الفيلم النروجي دموع غزة للمخرجة فيبكي لوكبرغ واللي هي كمان كانت بغزة وصورت هيدا الفيلم عن المقاسي يعني المشاهد فيها مشاهد مضبوطة يعني صحيح أكيد ونختتم بسبعة نيسان بقطعة موسيقية طبعا في ورشة عمل جمعة موسيقيين لبنانيين ونروجيين شباب حيطلعوا يعصفوا بآخر يوم موسيقى نروجية ولبنانية هؤلاء الشباب اللبنانيين من الكونسرفاتوار حيختموها بنهار السبت بحفلة موسيقية أخيرة وأيضا كمان قبل الموسيقى حيكون في شعراء سوريين كمان حيطلعوا يلقوا بعض القصائد الشعرية طبعا ما حطانيها بالبرنامج لأنه أخدنا قرار متأخرة ولكن حنحطها عنا على الويبسايت www.nachno.org كتير منيح بدنا نحكي أكيد عن الندوة الفكرية اللي بيع عنوان حرية التعبير اللي هي قضية كتير كبيرة واللي هي تستحق التوقف عندها كيف بتشوف أستاذ وليد كيف بتشوف لازم تكون حرية التعبير هل نحن بالوطن العربي نعيش في حرية التعبير يعني واخدين أحقنا وقياسا بتجربتك كمان بأوروبا أنا أشوف أنه في كل مجتمع هناك حواجز وموانئ لحرية التعبير تحدد ضمن الثقافة المعينة في ذلك البلد ليست هناك حرية فكر مطلقة في أوروبا هذه خرافة وليست هناك حرية فكر موجودة أصلا من قال أن الحرية المطلقة هي إيجابية هناك حرية وسلطة من لا يمتلك السلطة لا يمتلك الحرية السلطة هو قوة للحرية لمن يؤمن بالحرية قوتهم هما في الصحافة ولديهم تقاليد تختلف عن تقاليدنا لأن شعوب أوروبا تطورت أكثر من شعوبنا وهذا واقع يعني لجب أن نعترف به يعني من نسبة لهم من الثورة الفرنسية حتى الآن أدهم مسألة نقد الدين جزء من أساسيات تطور مجتمعهم إحنا لحد الآن هذا الشيء لا يمكن أن نمسه مع أن تاريخنا العربي الإسلامي تاريخ الإسلام لا يعرض حرية الفكر يعني حتى في داخل الكعبة كانوا يحاورون الإمام الصادق جعفر الصادق تبغي بالحوار إذا فينا نقول في مجتمعاتنا إلى ماذا يعود؟ هذه والله مشاكلكم لا تدخليني في ورطة لا أتكلم بشكل عام بهمني رأيك كونك مفكر هو الخوف على هويتنا إحنا هويتنا مرتبطة بالدين ولما إنسان يحاول أن ينقض مسائل تتعلق بالدين أو بالتقاليد نشعر أن هويتنا ستمس إحنا ما عدنا هذه الثقة بأن ثقافتنا قادرة على أن تجدد نفسها ولذلك نخشى من التغيير هذا السبب الرئيسي يا الصوار يعني بتوفق الرأي محمد إحنا ما نخاف من التغيير بدي أقول بس أنا هحكي من غير ناحية حتى سيكولوجيا يعني بالتجارب العالمية أنه التغيير أصلا هو من أصعب الأمور يعني الناس اللي معودي على سلوكيات وتصرفات معينة مش سهل تغييرها إذا ما نحقد رأم من أحد التجارب اللي عنلوها أنه حدا يغير عادي ستة بالمية عادة نقدر نعمل تغيير نحنا يعني نقدر نعمل تغيير بحياتنا ستة بالمية إذا كنا مقررين نعمل تغيير نويين وعم نشتغل عن الموضوع الموضوع التغيير أكيد هو موضوع صعب ولكن الهدف الأهم طب لما منسمع هيك ما نحس أنه هلقدة بعيد عننا التغيير هلقدة الموضوع الصعب هلقدة عم تصعبوه علينا هلقدة الفكرة تشاؤمية أو غير إيجابية لا أنا بالنسبة لأيلي الفكرة التشاؤمية هي حسب كيف نظرين لحالنا يعني إذا نحنا نظرتنا لحالنا أنه نحنا ممنح يعني أو نحنا ممنسوة بظن هذه بتصير فكرة تشاؤمية ولكن إذا نظرنا أنه نحنا لأنفسنا بسئة أكبر نحنا مجتمع كمان حي وكمان عنده تاريخ وعنده ثقافة ولكن بذات الوقت عنده ومشاكل وتحديات مثل أي مجتمع نحنا ما نغير كل شيء نحنا ما نغير نحنا ما نأكد على الأشياء المهمة ونستخدمها وأيضا نشتغل على التحديات والتغيرات ولكن الأهم اللي بدؤوله أنه هذا الأسبوع هو لنقول أنه الاختلاف مع الآخر هوش شيء صحي وطبيعي والحوار لفهم الآخر وعالم الآخر تنوع غنى يعني بالنسبة ولفهم عالمنا ولإيجاد مساحة مشتركة نقدر فيها نطرح قضيانا ونطفق عليها وأيضا نقدر أيضا كلبنانية يكون النروج هي مكان نقدر نطول فيه بقضيانا على أوروبا هذا بالنسبة لنا شيء خطوة كتير مهمة وإيجابية طيب خلنا نحكي عن الندوة كمان يعني من كنا عم نحكي أنه حرية التعبير ما هي حدودة هواينا تنتهي بشارك بهذا الندوة نائب دكتور علي فياد وكمان البروفيسور غنى الشيربك صحيح ليه اخترتوا هالشخصتين غنى الشيربك لأنه هو من أكبر الفلاسف النروجيين وهو كتبه أيضا تعتمد بالجامعات النروجية وهي أساس أساس أيضا وهو شخصية كفكرية كتير كبيرة ويدرس كتبه أيضا وترجم تكتبه إلى العديد من اللغات إلى تقريبا عشرين لغة صحيح وهذا الكتاب استغرق بكتابته أربعين سنة كتب وكل سنة تظهر طبعة جديدة فيها تغييرات لأنه دائما يأخذ بنظر بوجهات نظر من يقرؤون ويدرسون الكتاب دائما يسألهم شنو نظرتكم للكتاب ما هي الأخطاء التي وقعت بها كيف أستطيع أن أطور هذا الكتاب ولذلك كتاب ممتع جدا ويؤرض فلسفة الغرب بشكل سهل بسيط تحليلي والكتاب ضمن منهج الجامعات النرويجية يعني لا يدرس أحد في أي جامعة أو كلية إذا ما يدرس هذا الكتاب أول مرة يعني نص سنة يقضيها أي شخص إذا يدرس الطب أو يدرس العلوم أو يدرس الفلسفة أي اختصاص كان يجب أن يدرس نصف سنة فلسفة بهذا الكتاب يدرس هذا الكتاب وينجع به طبعا سيوقع هذا الكتاب نهار الثلاثة هذا بالنسبة لجونر شيرباك وأيضا الدكتور علي الفياد اللي هو أيضا نائب البرلمان اللبناني ويمثل طرف سياسي إذا بدك عنده زوء اتجاه إسلامي وطبعا نحن نعرف دائما الإسلام يعتبرون أنه في حرية فكره يجب أن تقف عند حدود المقدسات وبينما الغرب بيعتبروا أنه الفرد وطبعا في واقعين مختلفين يعني نحن في لبنان إذا حدا كتب يعني بأي جريدة ولمين تابع فهو بيكون طمن بسيجي باكيج بلبنان يعني علمي متكاملة بالنروج أنه في واحد يكتب ويكتب ويعبر عن رأيه وما ضرور يمسل إلى حاله نحن طبعا هايدي أول شيء بتعمل مشكلة إنه بنفكر إذا حدا كتب يعني كل النروج كتبت فمن عمم بسبب طبيعتنا المختلفة كثقافات وكسلوك هلأ تكتير مهمة صحيح فهيدي أول واحدة تاني شيء إنه بالنروج في حرية في حرية مطلقة يعني مش مطلقة ولكن في حرية لدرجة إنه هناك منظمات بالنروج تنقض الدين يوميا ومش الدين الإسلامي يعني في منظمات اسمه الإنسانيين اللي هنا ينقضون المسيحية بشكل يومي ويسخرون لهذه الدرجة بينما في لبنان إذا مص إذا بدك أي موضوع ديني مباشرة بيصير فيه توتر ممكن يصير فيه أعمال عدوينية إلى آخره فنحن عم نقول أنه الأعمال العدوينية وهجوم على الآخر هو ليس حل تعودنا نطرح الموضوع بين مفكئ كمان الدكتور علي ففيض هو من المفكرين المهمين هو يدرس بالجامعة اللبنانية وأيضا كان يشتغل بمركز البحث وبالتالي هو شخصية مهمة تمثل وجهة نظر معينة ببلادنا من هون ضروري يلتقوا على المفكرين من أجل النقاش الجلوس على قولي وحده والنقاش هاي دمنا كمان إطار حرية التعبير ما هي هاي دي كلها حرية التعبير اذا الخميس بخمسة نيسان 2012 راح تكون هاي دي الندوة الفكرية أكيد الدعوة مفتوحة وين المكان الدعوة مفتوحة ومجانية بمسرح المدينة نعم إلى جانب طبعا نشاطات أخرى منها شعر بتبلش التنام بتكفي الثلاثة لجلسة حوارية الأربع عرض للفيلم الوثائقي كيف نبدأ ثورة الخميس الندوة الفكري بعنوان حرية التعبير الجمعة للفيلم الناروجي دموع غزة والسبت قطعة موسيقية وأيضا شعر وأيضا شعر للشباب السوريين صحيح شكرا لألكم أستاذ وليد الكبايسة مفكر وكاتب ناروجي وأيضا شكرا لألك محمد أيوب مدير التنفيذ لجمعية نحن ويعطيكم ألف عافية على جهودكم شكرا لألك هالا وشكرا لصوت الشعب لأنه دائما عن تستضيفنا يا هالا شكرا لكل من تابعنا وشكرا لحسن نصر الدين لرفقنا على هندس السوت طبعا مستمعين حلقة جديدة وموضوع جديد من خارج الموضوع الأسبوع المقبل إلى اللقاء صوت الشعب قدمت خارج الموضوع أعداد تقديم هلا زهر الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر